يقول الكتاب المقدس مبرق المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب أمثال 17 آية 15 مكتوب أيضا من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم سفر الأمثال إصحاح 28 والآية 13 ونعاوز أقول أحباء أنه كل ما حدث في العهد القديم العهد الجديد بيعطي ثلاث يعني أمثلة حتى إحنا نتذكر نحذر نتفادى نتحاشى نتعلم نتذكر خطايا الأسبقين مكتوب أحبائي الشيء الأول وهذه الأمور حدثت مثالا لنا كورونتوس الأولى أصحاح 10 والآية 6 بيتكلم عن كيف شعب إسرائيل في البرية رفض وترك وبيتكلم عن عقاب الله وحتى في سفر القضاء بيتكلم عن خطيتهم وكيف الله يعني استخدم شعوب لإذلالهم وعبديتهم وكيف صلوا والرب أرسل المخلص يقول الكتاب المقدس فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط كورونتوس الأولى عشرة من يظن أنه قائم يعني كل هاي الخطايا اللي حدثت في الماضي العهد الجديد بيقول أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا ولألا نرتفع ونتكبر ونتجبر اللي مفكر حاله أنه يعني هو أفضل واللي أحسن يقول من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط شيء ثاني في تيميثاوس الأولى إصحاح الثالث والآية 16 مكتوب كل الكتاب كلمة الله الكاملة كل الكتاب هو موحى بها من الله نافع لاحظة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح فإذا النقطة الأولى كانت مثال حتى تنذرنا هنا أحب أن يقول كل الكتاب بعهديه القديم والجديد نافع مش بس موحى به من الله الله تنفس في الأنبياء فكلمة الله كلام الله نافع للتعليم يعني المضمون التعليمي التوجيه الإلهي نافع للتوبيخ يعني فيه تأنيب على السلوك الخاطئ فيه تأنيب على العقيدة الخاطئة فالكتاب يفضح الخطئة ولكن أيضا يعالج الخطئة يقدم العلاج في عبرانيين 4 آية 12 مكتوب لأن كلمة الله فإن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح بكمل بقول مميزة أفكار القلب ونياته كل شيء عريان ومكشوف أمام عيني الرب فإذن يعني بيوبخنا بيفضحنا ولكن بعالجنا الشيء الثاني التقويم يعني شو التقويم أن تقوم الشيء هو إعادة الشيء إلى حالته الصحيحة مش بس الكتاب بيوبخنا ولكن يرجع الخاطر إلى السلوك والعيش بالطقوة بصحح الأمور التأديب الله كتير مرات بيسمح للتأديب ولكن الذي في البر التهذيب والتأديب من ناحية إيجابية حتى يكون إنسان الله رجل الله بكل معنى الكلمة يعني رجل الله الذي يعلن أحق الله أو يعلن الحق الإلهي والحق الكتابي يكون كاملا متأهبا متفاديا متحاشيا أخطاء الماضي بينذرنا بعلمنا بقومنا لكي نتأهب نتجهز لكل عمل صالح لمجد الرب والشيء الثالث مكتوب لأن كل ما سبقه فكتبه كتبه لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء روميا إصحاح خمسة عشر والآية أربعة عشر فمنشوف أحبائي الكتاب المقدس يظهر بشاعة الخطية ومن ناحية تاني يظهر عواقب ونتائج الخطية لكن من ناحية أخرى يظهر لنا قداسة الرب الرهيبة كل شيء عريان ومكشوف أمامه يظهر لنا الكتاب المقدس أننا استحالة أن نرضي الله حتى الأنبياء بيذكر خطيهم استحالة أن ترضي الله بأعمالك بتقواك في برك حتى في الذبائح وحتى في أي عمل صالح كلها كخرقة يعني قماش نجس أمام الله ولكن من ناحية تاني الكتاب المقدس يظهر لنا المخلص ربنا يسوع المسيح الكامل فطبعا اللي هو فيه كمالنا فيه برنا وهو أيضا حياتنا فإذا ماذا نعمل أحبائي عندما نقرأ هذه الآيات أولا علينا أن نواجه أنفسنا بشجاعة إذا أردنا الشفاء اشتركوا في القناة